تأسس المؤتمر الشعبي العام على منظومة متكاملة تم استلهامها من أفكار وتجارب وبرامج التيارات والحركات الوطنية اليمنية في القرن الماضي فالمؤتمر على مستوى الوثائق والأدبيات يؤمن بكل الموثل الوطني العليا والأهداف الكبرى الموجودة في تصورات وأطروحات القوى الوطنية على مدى أكثر من نصف قرن وهي وحدة الكيان الوطني والنظام الجمهوري السبتمبري والأكتوبري والاستقلال والسيادة والمواطن المتساوية في الحقوق والواجبات والتنمية والتحديث والديمقراطية المؤتمر الشعبي العام هو أكبر من مجرد حزب هو عنوان كبير تنطوي في إطاره مجموعة واسعة من الانتماءات والتكوينات الاجتماعية اليمنية الأصيلة والخلفيات والخصوصيات المحلية وخلال كل الحكومات المتتالية التي نال فيها المؤتمر ثقة البرلمان اليمنين كان المؤتمر يولي قطاع الشباب والرياضة جل اهتمامه ورعايته وجاءت الاستراتيجية العامة للنشئ والشباب والرياضة كترجمة عملية لاهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذا القطاع الهام والحيوي في عقابي إعلان عام 1999 عاما للشباب والرياضة ثم الاحتفال أيضا لأول مرة بمنح جائزة رئيس الجمهورية للشباب المهوبين والمبدعين والمتفوقين ارتكزت هذه الاستراتيجية على إدراك الدولة بمدى حاجة الشباب النشئ باعتبارها أحد الحقوق والمواثيق العربية والدولية الخاصة بالشباب إلى جانب تأكيد الدولة بأن التربية المستهدفة للشباب تحتل موقعا متقدما في أهداف الحزب وتمثل الهدف العام لبناء المجتمع وتضمنت البرامج الحكومية لأغلب حكومات المؤتمر إنشاء مراكز تدريبية للشباب والفتيات بغرض تأهيلهم للمنافسة في الحصول على فرص العمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل والاهتمام بالطلاب المتفوقين وابتعاثهم للخارج خاصة في التخصصات العلمية النادرة وتشجيع بناء مراكز التعليم الفني لفتح أفاق جديدة بما يحقق رغبات الشباب وتطلعتهم دعم مشاركة الشباب في تنمية المجتمع ومواصلة إنشاء مشاريع تستوعب قدراتهم وطموحاتهم الرياضية والشبابية والتوسع في بناء الأندية ومقرات الاتحادات الرياضية في عواصم المدن وأغلب المحافظات اليمنية وربط الشباب اليمني بالخارج من خلال التواجد في المنافسات الشبابية الرياضية التي تنظم في الدول العربية وكذل قرية والدولية واهتم المؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح بدعم النشاط الرياضي والأندية الرياضية وتطوير أنشطتها الرياضية والاجتماعية والاهتمام بالرياضة النسوية وإنشاء الأندية الخاصة بهن ومثل تواجد منتخب الناشئين في منديالكاس العالم بفنلندا عام 2003 وتنظيم خليج 20 في اليمن لأول مرة سنة مهتمام حزب المؤتمر الشعبي العام بقطاع الشباب والرياضة آنذاك حيث توفر للشباب اليمني التعبير عن ذاتهم في تلك التظاهرات الرياضية وعطت دلالة واضحة على اهتمام المؤتمر بالرياضة والشباب وفي الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه يستذكر شباب اليمن بحسرة تلك المرحلة لعلها تعود برجال اليمن الأوفياء